أن يقر مسؤول في الجهاز التنفيذي باختلالة تطال قطاعاً وتنعكس سلباً على قطاعه فهذا لا يعد مجرد تصريح عابر بل الأمر ينم عن تأزم دفع المسؤولة إلى رمي الكرة في مرمز ميله محمد عيسى وزير الشؤون الدينية والأوقافة لم يجد حرجاً في انتقاد منهاج وزارة التربية الوطنية الخاص بمدة العلوم الإسلامية في الطور الثانوية الذي وصفه بالمخرجي لمختصين في التكفير والإقصاء والتمييز وهو ما يستدعي مراجعة دقيقة دعوة غير مباشرة لوزيرة التربية الوطنية نوريا بن غبريت لتحمل مسؤوليتها في القضية الوزير وإن لم يشير صراحة إلى طبيعة المراجعة المقصودة التي ينبغي أن تأتي على منهاج مدة العلوم الإسلامية لكنه علق تخرج أبناء مقاطعين للمسجد وغير متدينين على مشجب المنظومة التربوية وبغض النظر عن حقيقة وجود اختلالة منهجية من عدمه فإن إطلاق مثل هذه التصريحة لا يفتح نقاشاً أكاديمياً فقط بل يتعداه إلى نظيره الإديولوجية كيف لا هو المؤسسة التربوية في قلب الجدل ترجمة نانسي قنقر